نضم إلينا من بغداد سيد نجم القصاب الكاتب والمحلل السياسي سيد نجم عاد داعش السؤال من وما الذي ساعد داعش على ترتيب صفوفه والعودة مجددا على الساحة العرقية هل الفراغ السياسي ربما لفترة من الفترات هو الذي ساعد على ذلك؟ لا أنا استبعد عندما يصبح فراغ سياسي وصول حكومة بدل حكومة أخرى يستغل داعش لأن الجيش والشرطة كل منهم لها الصلاحيات ولا التحركات ولها مسؤول أو وزير أو وكلاء وزراء وبالتالي الأسباب الاجتماعية ووصول وتمدد بعض الأصابات أو بعض الفصائل الغير منطوية تحت الحجر الشعبي أو الحجر العشائري أو قوات البشمرقة بعيدة عن سيطرة وانتماءها للدولة كان هناك نفور وعدم الثقة بين المناطق الحدودية خصوصا منطقة القائم هناك كانت سيطرة وسطوة على أراضي المواطنين وتهريب المخدرات ووجود حتى تهريب وتعامل مع تنظيمات داعش الأمر الآخر على ما يبدو نحن الآن لا نحتاج إلى عدة وعدد وأسلحة ثقيلة للجيش والشرطة نحتاج إلى جهد استخباراتي كيف عندما ندعم مديرية الاستخبارات العسكرية التي نجحت ورسخت ووصلت إلى أبعد نقطة ليس في الأراضي العراقية حتى في سوريا وفي تركيا للوصول إلى أوكار ومعسكرات تنظيمات داعش وتم القبض وقتل كثير من حياتات تنظيمية اسمح لي بالمقاطعة هنا هل تعني ما تذكروا لنا من كلمات أن داعش ربما على ارتباط ببعض الجماعات المسلحة الإرهابية أو الإجرامية أو حتى التي هي غير منطوية ومنضوية تحت الواق الدولة هل ثمت علاقة مباشرة واتفاقات أم ربما هي ثغرات أمنية استغلها عناصر التنظيم الإرهاب داعش لا بالتأكيد أكو تعاون وأكو تساهم وأكو نوع من التسهيل لدخول هذه التنظيمات لأن اليوم المواطنين استشعروا كل المكونات المجتمعية كيف تعامل داعش في عام 2014 قصوصا مع المناطق الغربية في الكركوك والرمادي والموصل وصلاح الدين الأمر الآخر اليوم نحتاج إلى تقنية حديثة كالطائرات بلا رادار وكذلك لا نستطيع أن نتخلى عن التحالف الدولي الذي يوفر لنا الأمن في الفضاء لأن اليوم العراق لا يمتلك القوة الجوية التي تعتبر اليد الطولة للقضاء على كل التنظيمات أو الخارجين عن القانون الأمر الآخر حكومة السيد الكاظمي هذا ما كنت سأتي لي الكاظمي يا سيد نجو الكاظمي قال قال ساعة النزال قريبة قال هكذا بوضوح وأن المعركة لن تكون طويلة مع الإرهاب السؤال الآن أسود الجزيرة هل تستطيع القضاء على تنظيم داعش وفلول التنظيم في العراق وهل هناك لها مدة زمنية مرتقبة أم لا أم مفتوحة أنا نتحدث بصراحة تنظيم داعش مهما تكون قوت الآن ومهما تكون قياداته بعد استبدال الخط الأول من القيادات لا تستطيع أن تحتل قرية واحدة من قرى العراق لأسباب كثيرة أولا لا يستطيع أن يجد هناك أرضية خصبة أو يجد هناك حواضن تؤيده مثل ما كان في 2014 الأمر الثاني قوات الشرطة والجيش استقطبت الخبرة لمقاتلة تنظيم داعش والسيد الكاظمي بما أنه جاء من جهاز استخباراتي ومخابراتي بالتأكيد يمتلك كل المعلومات التي يمتلكها وقد حصل عليها تحركات ومعزكرات ومخابر هذه التنظيمات الإرهابية الأمر الآخر حتى المشهد السياسي رغم هناك صراء وهناك مناكفات لكن أنا أعتقد لا تستطيع هذه التنظيمات اللي ربما استغلت فيروس الكورون واستغلت بعض التصرفات والسلوكيات من بعض متسبين مع المواطنين وعدم وجود رؤية واضحة وعدم دعم مدينة استخبارات لربما استغل هذا الفراغ وهذه المجاميع جعلت أن تقوم بعمليات هنا وهناك شكرا جزيلا ضيفنا من بغداد نجم القصاب الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا